أيضا للحديث عن العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ينضم إلينا عضو الاتحاد الوطني سيد محمود خوشناو سيد خوشناو رحب بك ويبدو أن باب الحوارات والتفاهمات بين البرتي واليكاتي توقفت بشكل حاسم هل من وجود مثلا محاولة جديدة للتفاهم بين الحزبين بداية مساكم الله أبو الخير ومشاهديكم استمعت إلى تقريركم ورأيت فيه كثير من الأمور التي لا تطبق مع الحقيقة نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني لسنا مصرين على منصب رئيس الجمهورية وإنما لدينا إصرار على إبقاء التوازنات السياسية التي استندت إلى التفاهمات والاتفاقيات بما يتعلق بإدارة المناصب في إقليم كردستان مع بغداد هناك سلطة سياسية في إقليم كردستان متمثلة برئاسة الإقليم، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة برلمان الإقليم وأيضا هيكلية الحكومة أيضا يقابلها مسؤوليات في بغداد لذلك نحن والديمقراطي لدينا اتفاقيات وتفاهمات نتج عنها التوازن السياسي لذلك مصر رئيس الجمهورية وفق هذه التفاهمات وفق هذه الاتفاقيات هي يجب أن تدار من قبل الاتحاد الوطني لذلك نعتقد بأن المرحلة التي نمر بها الآن هي حساسة أيضا لذلك الأدوات التي تم تقديمها لترأس جمهورية العراق لربما هناك تفاوض وتباين بين الشخصيات الاتحاد الوطني قدم السيد برهم صالح في الفضاء الوطني ولم يقدمه في اصطفاف سياسي معين كما هو مرشح الديمقراطي لذلك رئيس الجمهورية عندما ينتخب يجب أن ينتخب في الفضاء الوطني باعتباره رئيس الجمهورية كل العراق لذلك المشرع العراقي ذهب في الدستور العراقي بوضع ثلثي النصاب لانتخاب الرئيسي العلاقة بين الاتحاد والديمقراطي صراحة نحن والديمقراطي أمامنا مشتركات كثيرة وأيضا هناك خلافات كثيرة ربما لا يعلمها الأخوة في بغداد والمحافظات الأخرى الغير منتظمة بإقليم خارج إقليم كردستان نحن لدينا تباينات واختلافات حول قانون الانتخابات في الإقليم حول المفوضية في الإقليم حول إدارة ملف المال والطاقة في الإقليم حول ملف إدارة الأمن في الإقليم حول العلاقات الموجودة بالإقليم مع القوى الأخرى في بغداد وخارج بغداد لذلك القضية مرتبطة بوجه آخر بنوعية العلاقة بين أربيل وبغداد بما في ذلك محاولة استحواذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على مصر رئيس الجمهورية بالاستقواء طيب وفق ما تفضلت به سيد خوشناو أليس من الدعوات الدستورية لسيد مقتدى الصدر طيب وفق ما تفضلت به سيد خوشناو أليس من الأفضل وجود مفاوضات أو تفاهمات أكثر بينكما بين الحزبين للخروج من هذه الأزمة أزمة منصب رئيس الجمهورية أو تسميتها يعني صراحة منصب رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس الجمهوري ليس بحد ذاته متعلق بالعلاقة من الاتحاد الديمقراطي فحسب وإنما متعلق أيضا بطرفين المعادلة إنقاذ وطن والثلث الضامن نحن والثلث الضامن نعتقد بأن العودة إلى التوازنات السياسية وبالتحديد لا يجوز أن يذهب طرف سني وطرف كردي لمساندة طرف شيعي والاستفادة من هذا طرف سوء استفادة يعني نعتقد بأن الحزب الديمقراطي ليس لديه الرؤى كما كان في تقريركم رؤى مشتركة مع التيار الصدري على العكس هو يحاول أن يستفيد استفادة من قوة سماحة السيد الصدر والتيار الصدري لإزاحة الاتحاد لضرب غرمائه السياسيين وليس لقضية الأغلبية السياسية لأنهم طلبوا من الاتحاد أن يذهب إلى هذا التحالف مسبقا ونحن لم نتدخل بالبيت الشيعي والسني لذلك أنا أعتقد بأن التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مهم جدا بمسارين المسار الأول بما تعلق بإقليم كردستان لكن هذا كيف يتحقق؟ يتحقق بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التفاهمات والاتفاقيات والتوازنات والتخلي عن الأمور التي يحاول منها أن يستقوي ويزاحم الاتحاد ثانيا المسار الاتحادي على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن لا يحاول مزاحمة الاتحاد في منصب رئيس الجمهورية لأنه إذا اختل التوازن في بغداد بين الحزبين سيختل في إقليم كردستان لذلك من الأفضل والأمثل والعقلانية والمنطقية أن يذهب إلى الحوار الجاد وتفهم حساسية المرحلة ولكن هل من مبادرة سيد خوشناه لبدء هذه الحوارات هل من مبادرة هل من سقف زمني ونحن نتحدث أيضا عن أي مبادرة بين الطرفين تفضل أكمل فكرتك أي مبادرة من الطرفين يعتمد على مدى استجابة الحزب الديمقراطي الكردستاني لدعوات الاتحاد والخيرين في العراق للعودة إلى التوازنات السياسية والتخلي عن مزاحمة الاتحاد أما الإبقاء عن المزاحمة والإبقاء عن ذهابه بهذه الطريقة وبهذا المسار بالتأكيد سيبقى الطريق مسدودا لذلك نحن كما أسلفت هذين المسارين مهمين جدا وبأبواب الاتحاد تبقى مفتوحة لكن كما أسلفت يجب أن يتفهم الطرف المقابل حقوق الاتحاد وحضور الاتحاد والتخلي عن المزاحمة لأنه بالتالي نحن والديمقراطي مناصفة نحكم إقليم كردستان إذا اختلت توازن هنا في إقليم كردستان فالخاسر الأكبر هو الشعب الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني باعتبار هذه مناصف رئيس الإقليم ورئيس الحكومة لذلك إذا زاحمناهم في هذه المناصف بالتأكيد سيكون خاسرين في المرحلة المقبلة وبالتحديد نحن مقبلين على انتخابات تشريعية هنا في الإقليم طيب جولة انتخاب رئيس الجمهورية ستبدأ من جديد هل لديكم تفاهمات مع قوان سياسية من خلال ممكن تمرير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني؟ قلناها وعبر العراقية أيضا بأن رئيس الجمهورية عندما ذهب المشارع العراقي إلى تحديد نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية بخلاف تمرير رئيس مجلس النواب العراقي بنصف زايد واحد بخلاف تمرير الحكومة بأغلبية مطلقة لعدد نواب عندما حدد الثلثين أعطى إشارة دستورية إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن ينتخب في الفضاء الوطني ورئيس الجمهورية يجب أن لا يؤتمر بأمرت حزب وأن لا يكون جنديا وموظفا لدى هذا الحزب أو ذاك لذلك عندما رشحنا السيد برهام صالح نعتقد ونعول ونراهن بأن هذه الشخصية إضافة إلى شروط الدستورية والقانونية لديهم أهلات وطنية لذلك في الاستفاف السياسي الجديد الذي نعتقد أنه سيولد تناغما وتأقلما مع النصوص الدستورية وبالتحديد التفسير المحكمة الاتحادية للمادة سبعين من الدستور بانتخاب الرئيس بنصاب الثلثين هذا الاستفاف إذا أصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على مزاحمة الاتحاد على القوى السياسي أن لا يدعموا أي طرف ونذهب إلى الانتخابات كما ذهبنا في 2018 معنى ذلك نحن أمام انسداد سياسي والفضاء الوطني ويكون الحاكم يعني باختصار سيد خوشناو أنت تعرف جيدا أن السادس من الشهر الحالي تنتهي المدد الدستورية لعقد جلسة في البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية جمهورية العراق ماذا بعد ذلك؟ وفق ما تفضلت به يعني صراحة نحن ملتزمين تفضل يا سيد تفضل تفضل يعني الانتحاد الوطني كردستاني ملتزم بالنصوص الدستورية بتوقيتاتها وعندما ذهبنا إلى الثلث الضامن اعتقدنا بأنه تصحيح للمسار العملية السياسية وأن لا يجب أن يكون هناك يعني تباين كبير بين الإطار والتيار ويجب أن نتخلى عن الطرف الكردي يتيب أن نتخلى عن هذا الأمر لذلك الانسداد السياسي وانفتاحه متوقف أيضا على العودة إلى التوازنات السياسية عن تخلي بعض الأخوة نحن نعلم سمحت السيد الصدر لديه دعوات حقيقية ودستورية وقانونية بالأغلبية لكن الطرف الكردي لربما يحاول للحزب الديمقراطي أن يستفيد لذلك تخلي هذا الطرف وإعطاء المساحة للأخوة في الإطار والتيار للتفاهم والحوار فيما بينهم سيكون هو الباب الأول لانفتاحه حول العملية السياسية وانتخاب رئيس الجمهوري ومن ثم تمرير الحكومة والأهم توفير غطاء سياسي ونيابي لهذه الحكومة في مجلس النواب العراقي سواء كان بتقليل الملفات أو بدعم الحكومة من خلال المتابعة والمراقبة ومن ثم أن يكون هناك تناغم بين المؤسسات الرئاسية الثلاث واضح إذن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد محمود خوشنا وشكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة